في يوم من الأيام دار نقاش حاد بين زوجين فغضب الزوج كثيرا من زوجته ورمى عليها يمين الطلاق وقال لها لن ترجعي أبدا في عصمتي إلا في يوم مشؤوم وأغبر ليس به نور خرجت الزوجة ذاهبة إلى منزل أهلها وهي تبكي وبعد أن هدأ الزوج شعر بالندم الشديد وأحس بخطورة ما فعل فخرج يبحث عن فتوى من أحد مشايخ قريته التقى بشيخ وقص عليه ما حدث معه فاحتار الشيخ في أمره وقال له ومن أين سنأتي لك بهذا اليوم المشؤوم الذي ليس به نور سامحك الله إنك لم تصن معنى القوامة والعسمة التي في يديك أنا لا أجد لك مخرجا من هذا أيها الزوج العصبي ولكن يمكنني أن أدلك على شيخ في المدينة أعلم مني قص عليه ما جرى لك وإن شاء الله سيجد لك حلا عاد الزوج إلى منزله حزينا ثم استعدنا للسفر في اليوم التالي ولكنه استيقظ متأخرا بسبب شدة حزنه وتفكيره طوال الليل فأسرع إلى الشيخ في المدينة وحكى له قصته ولكن الشيخ كان رده مثل شيخ القرية من أين سنأتي لك بهذا اليوم المشؤوم الأغبر الذي ليس به نور خرج الزوج مهموما لا يدري ماذا يفعل حتى وصل إلى سوق المدينة وجلس هناك شاردا لساعات طويلة أمام كشك لبيع الخردوات ثم جاء صاحب الكشك وكان رجلا تبدو عليه علامات الوقار والخلق الكريم وسأله عما به بعد أن لاحظ أنه يجلس هناك على هذه الحال لأكثر من ساعة فحكى الزوج قصته إلى صاحب الكشك وأنه لم يجد شيخا يفتيه فقال له في هدوء هل صليت الفجر اليوم في جماعة بالمسجد أم في بيتك فقال الزوج لا والله لا هذا ولا ذاك لقد استيقظت بعد الفجر فسأله صاحب الكشك هل لك أم؟ وإن كان لك فكيف حالها اليوم؟ قال الزوج نعم لي أم ولكني لم أرها اليوم فقد خرجت مسرعا فسأله صاحب الكشك كم قرأت من القرآن اليوم؟ رد الزوج غاضبا يا والدي لقد أخبرتك أنني خرجت وأنا في عجلة من أمري ولم أتمكن من قراءة أي شيء ولم أزر أمي ولم أصل الفجر ابتسم الرجل الوقور وقال للزوج اذهب وخذ زوجتك فليس هناك يوم مشؤوم أغبر وليس به نور كيومك هذا فأنت لم تصل الفجر ولم تقرأ القرآن ولم تزر أمك تطمئن عليها وتطلب دعواتها لك اذهب يا رجل وأعد زوجتك نهض الزوج سعيدا وأخذ يقبل رأس صاحب الكشك كالمجنون وهو يقول له لقد أنقذتني أطلب ما شئت يا شيخ وسأحققه لك رد الشيخ قائلا أنا لا أطلب إلا من ربي أيها الغافل رب الذي أسعدك الآن ورد إليك زوجتك بسوء أفعالك فماذا سيكون كرمه معك عندما تحسن أفعالك شعر الزوج بالتقصير الكبير في حق خالقه وعلم أن كل الأزمات التي واجهته في حياته كانت بسبب هذا التقصير وفي خجر قال لصاحب الكشك الآن عرفت طريقي وعرفت أن كل متاعبي كانت بسبب عدم صلاة للفجر بالمسجد وعدم تلاوة للقرآن وأيضا عدم زيارة لأمي وطلب رضاها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولد يوسف إستس في عام 1944 لعائلة نصرانية شديدة لالتزام تعيش في الغرب الأوسط لأمريكا وقد وهب آباؤه وأجداده أنفسهم لخدمة نصرانية وقد حصل يوسف على شهادة الدكتوراه في علم اللاهوت كما كان مجتهدا في البحث في الديانة المسيحية ودرس الهندوسية واليهودية والبوذية عمل يوسف هو وأبوه معا في مشاريع تجارية كثيرة واستطاع جمع ملايين الدولارات لكنه لم يجد راحة البال التي لا يمكن تحقيقها إلا بمعرفة الحقيقة وسلوك الطريق الصحيح للهداية وفي ذات يوم قال له والده سيأتي إلينا رجل من مصر قد نقيم معه تجارة في مجال بيع السلع المختلفة وسوف نتوسع في تجارتنا وتصبح تجارة دولية تمتد إلى أرض أبي الهول ولكنني أريد أن أخبرك أن هذا الرجل الذي سيأتينا مسلم وهو رجل أعمال ولابد أن تقابله قال استس منزعجا مسلم لا لن أتقابل معه وأصر والده على رأيه فتنازل استس عن إصراره ولما حضر موعد اللقاء لبس استس قبعة مكتوب عليها عيسى هو الرب وعلق صليبا كبيرا في حزامه وأمسك بنسخة من الكتاب المقدس في يده وحضر إلى طاولة اللقاء بهذه الصورة ثم تحدث عن ديانته وتهجم على الإسلام والمسلمين حسب الصورة المشواهة التي كانت لديه وكان المصري هادئا جدا وامتص حماس واندفاع استس ببرودته ثم دعاه استس للإقامة عندهم في المنزل الذي كان يحوي استس وزوجته ووالده ثم جاء المصري واستضافوا كذلك قسيسا آخر فصارهم الخمسة أربعة من علماء ودعاة النصارى ومسلم مصري وحيد فاستس ووالده من المذهب البروتستانتي النصراني ومعهم قسيس كاثوليكي المذهب وزوجة استس كانت من مذهب متعصب له جانب من الصهيونية كان هؤلاء النصارى في البيت يحمل كل منهم نسخة مختلفة من الكتاب المقدس ويتناقشون عن الاختلافات في العقيدة النصرانية وفي الأناجيل المختلفة على مائدة مستديرة ويتهم كل منهم كتاب الآخر وكثرة الأخطاء فيه والمسلم يجلس معهم ويتعجب من اختلاف كتبهم ثم سألوا محمد المصري كم نسخة مختلفة من القرآن عندكم فقال ليس لدينا إلا نسخة واحدة والقرآن موجود كما أنزل بلغته العربية منذ أكثر من 1400 سنة فكان هذا الجواب كالصاعق كانت هناك أمور في الكتاب المقدس عند استس لم يصدقها لأنه كان يرى التناقضات الكثيرة فيها وكان يسأل نفسه وغيره كيف يكون الإله واحدا وثلاثة في نفس الوقت وأثناء هذه الجلسة دعا استس محمدا إلى النصرانية بعدة طرق فكان جوابه محددا بقوله أنا مستعد أن أتبع دينكم إذا كان عندكم في دينكم شيء أفضل من الذي عندي في ديني وأثبتتم لذلك بالبرهان والدليل لأن الإسلام دين عقيدة وبرهان ودليل وعقل ووحي من السماء سأله استس ما هو اعتقادكم في الإله في الإسلام فقال محمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تلاها من العربية ثم ترجم لهم معانيها فكان هذا الأمر مثل المفاجأة القوية لهم مع ما كانوا يعيشون فيه من ضلالات في هذا الشأن ومنذ ذلك الحين بدأ استسأل بحث عن الأدلة الكافية التي تثبت أن الإسلام هو الدين الصحيح وذلك لمدة ثلاثة أشهر بحثا مستمرا وفي يوم من الأيام طلب القسيس الكاثوليكي من محمد أن يصطحبه معه ليرى صلاة المسلمين في المسجد فأخذه معه وذهب به مرتين إلى أحد الملاكز الإسلامية فرأى وضوء المسلمين وصلاتهم وبقي ينظر إليهم ثم عاد إلى المنزل وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وبعدما أعلن إسلامه قال له استس أنت متيقن مما تفعل يقول استس قلت له ذلك وأنا في نفسي أتمنى لو أني أسلمت قبله حتى لا يسبقني لما هو أفضل ثم صعدت أنا وزوجتي إلى الأعلى فقالت لي أظن أني لن أستمر بعلاقتي معك طويلة فقلت لها لماذا؟ هل تظنين أني سأسلم؟ قالت لا بل لأني أنا التي سوف تسلم فقلت لها وأنا أيضا في الحقيقة أريد أن أسلم فخرجت من باب البيت وخررت على الأرض ساجدا وقلت يا إله اهدني وشعرت مباشرة بانشراح صدري للإسلام ثم أعلنت إسلامي كان هذا سنة ألف وتسعمائة وواحد وتسعين وبعده أسلمت زوجته ووالده ووالدته ثم تعلم بعدها اللغة العربية والدراسات الإسلامية في مصر والمغرب وتركيا ويقول الشيخ يوسف أرى أن إسلامنا جميعا كان بفضل الله ثم بالقدوة الحسنة في ذلك المسلم الذي كان حسن الدعوة وكان قبل ذلك حسن التعامل وكما يقال عندنا لا تقل لي ولكن أرني ولا يكاد يمر يوم إلا ويسلم على يدي يوسف أحد وفي إحدى محاضراته في ألمانيا أسلمت جميع من في القاعة وعددهم ألف ومائتين وخمسين شخصاً ولا يكتفي الشيخ بتلقين الشهادة فحسب بل يتابع المسلمين الجدد ويعلمهم أمور دينهم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِلُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير طالب في كلية طب يُعامل أصدقاءه وكل من يعرف معاملة طيبة ويحب للآخرين ما يحب لنفسه كما أوصى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ولكنه للأسف كان يجد سوء المعاملة والحسد والحقد عليه من الكثير بل ومن أقرب الناس إليه فقضى أياماً في هم وحزن بسبب ما يحدث معه وعندما زاره خاله وهو أحد الدعاة الصالحين اشتكى له وهو يبكي عما يشعر به وقال له أحد زملائي كان سيفصل من الجامعة بسبب دفع رسوم القيد والاشتراكات فقمت بجمع تبرعات وسددت له حتى لا يفصل ولكن للأسف الشديد هذا الزميل كان يغتابني ويشوه صورتي أمام أصدقائي لماذا لا أجد إلا الغدر والخيانة ممن أحسن إليهم لماذا لا يحسن الناس الظن به لماذا يكذب من أصدقهم ويقص علي من أحن عليهم لماذا يدي ممتدة بالخير وأيدي الناس ممتدة لي بالشر ابتسم خاله ووضع يده على قلب الشاب وقال له يا ابن أختي لا أدري لماذا أحبك الله كل هذا القدر إنك تشكو لي حب الله لك لقد جعلك من أصحاب مراتب الصبر والإحسان التي لا ينالها إلا أنقياء القلوب لذلك أتمنى أن تستودع عملك عند الله عز وجل لأنه سبحانه سوف يجزيك أجمل وأعظم مما يقدمه الناس لك والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه فأبشر واطمئن فرح الشاب كثيرا واحتضن خاله ثم نهض فتوضأ وصل ركعتين لله وأخذ بعدهما يستغفر ويدعو ربه بهداية الجميع وأن يرزقه الثبات وقوة التحمل وفي أحد الأيام كان هذا الشاب يقف أمام الكلية مع زملائه فجاءت سيارة مسرعة اختارته من بين المجموعة وصدمته فأسرع به إلى مستشفى الجامعة فأبلغه الطبيب المختص أنه عنده كلية تنزف ويجب أن يستأصلها فورا وإلا ستتسبب في موته وعليه أن يختار ما بين كليته التي ستستأصل ويعيش أو تبقى ويموت فاختار الطالب استئصال كليته وحمد الله على كل ما جرى وفي اليوم التالي وهو جلس في غرفته دخل عليه الجراح الذي أجرى له العملية مبتسما وقال له هل تعلم أن الله يحبك؟ وهل سمعت عن القضاء والقدر؟ أنا سمعت عنه كثيرا حتى شاهدته معك ونحن نجري لك العملية لقد وجدنا نسيجا غريبا في الكلية التي استأصلناها لك وأرسلناها إلى المختبر للتحليل وظهر أن هذا النسيج كان بداية تغيرات للخلايا في طريق نشاط سرطاني وكان يمكن أن تكتشف في مرحلة متأخرة جدا وتكون حياتك هي الثمن لقد اختارتك السيارة وحددت مكان الإصابة بالضبط لتعطيك فرصة ثانية للحياة لقد كانت رسالة حب من الله لك سجد الطالب لله شكرا ثم قال للطبيب هذا قضاء الله وقدره فالحمد لله على نعمه التي لا تحصى ولا تعد وبعد لحظات دخل عليه خاله ليطمئن على صحته وعندما علم بقصة النسيج السرطاني الذي تم استئصاله ابتسم وقال له ألم أقل لك أن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه والله لو علم العبد كيف يدبر الله أموره لعلم يقينا أن الله أرحم به من أمه وأبيه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر